موسيقى السلام عليكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنحضره فيه واحد البتيبان واحد الكروسة بواحد طريقة سهلة لا في الطرق ولا في تجهيز ديال العجينة وايضا هاد العجينة هادي ما كتحتلش جدليك وما كتحتلش بزاف ديال الوقت باش تخمر كنتمنى ان شاء الله يجبكم الفيديو وتستفدم منو نبدو باسم الله موسيقى المقادير الكاملة ديال هاد الوصفة كاينين في اخير الفيديو بالعربية بالانجليزية والفرنسية في القصعة كنضيفه كيلو ديال الدقيق ملعقة صغيرة ديال الملح وكنضيفه ايضا الحليب الجاف اللي هو نيدو وكننمزجو هاد العناصر وكنضيفه سانيدة هنا او السكر الخاشين كنضيفه الخميرة الجافة اللي ممكن نعوضوها بالخميرة العادية الماجونة كندوبها بشوية ديال المدافي وكننخلطو باش تفاعل هاد الخميرة هاد ويدوبوا هاد الحبيبات ديال الخميرة كنمزجو هاد الخميرة هاد بشوية ديال دقيق وكنضيفه زيت النباتية كنمزجو هاد الخميرة والزيت والسكر مع الدقيق من بعد كندو نضيفه المدافي بدفوعات صغيرة حتى كنحصلوا على واحد العجينة متماسكة العجينة ديال هاد الكروسة هاد ستكون شوية مرخوفة يعني ما تكونش قاسحها العجينة ولكن في نفس الوقت ما تكونش كتلسق بزاف احسن حاجة في هاد الجينة هاد ديال هاد الكروسة هو انا ما عاديش نعجنوها تماما بمجرد ما كنجمعو العجينة حال هاد الشكل هاد صافي كتولي جاهزة كنشكلوها ال 18 الكورة متساوية احنا غادي نحضروا كروسة وبتيبان فكل اه شكل غادي نحتاجو تسعود ديال الكورات كيف مكاتشوفو العجينة ممجوناش تماما ولكن غا نورقوها هاد العجينة هاد وغا نتلقاب المتلكون وندهنوها هادك هوا كيعوض هاد العملية هاد كتعوض ديال الي أجينا نغطي هادوك الكورات ونخليهميرتاحو مدت 15 دقيقة فقط منبعد كنجمعو السطح العمل به مختلف ينشاء و كنواد انطلقوها هاد الكورات هادو بالمتلك اه بمشي ضروري ان انطلقوهم بزاف بمجرد ما كياخدوا وحد شكل دائر فالهكدة كنحطوها جانبا وكنستمرو كانطلوها فنستمر فنستمر النشا ونضع وعد فوق وحده في حالة الشكل هذا من بعد مني كان ثانيهم كاملين تسعود ديال الكورات كان قلبوهم يعني الكورة اللولى اللي طلقناها اول واحدة هي اللي كان قدو نخدمو بها كان دهنوها بتقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الزبدة اللي كانت تكون في حرارة المطبخ في حالة الشكل هذا او ربع ملعقة من بعد كان نحط فقمنا الدائرة الثانية ديال العجين وكان دهنوها ايضا بالزبدة كان استمرو هالطريقة هذي حتى كان نكملو الكورات كاملين يعني تسعود ديال الطبقات ديال العجين اللي كان فوست منهم النشا والزبدة الرطبة كان حاولو اننا نجبتو هذو الدوائر باش يكونوا قد قد بنفس نفس الحجم كان استمرو حتى كان نكملوهم كاملين والدائرة اللي كانت تكون الفوق ما كان دهنوهاش بالزبدة كان نرشوها فقط بالميزيناء او النشا فهد الدابا غادي نرشو سطح العمل واحدة الكيمية ديال النشا وايضا غادي نرشو العجينة من الفوق ضروري اننا نستعملونا شهناية بزاف باش ما تلسقش هاد العجينة هذي ولا تخرجنا الزبدة إلا كان جو حار جدا ندخلو هاد العجينة هذي لتلاجة تبرد وحد اربع ساعة لابا الجو بدك يبرد شوية فماشي مشكل هاد العجينة اللي غادي نعملونا البتيبان غادي نتلقوها على شكل مستطيل بيكون رقيق كلما رققناه كلما كان احسن ولكن في نفس الوقت نحاولو ما نقطعوش العجينة هاد المستطيل هاد هنقسموها لاجوش باش يسهل علينا العمل غادي نحطو نصف جانبان وغا نخدموه بالنصف الاول ونقطعو الجوانب اللي ماشي مقادة باش نحصلو على واحد بتيبان يعني شكل ديالو يكون مقاد من بعد نقطعو كل نصف الى اربعة اجزاء للحصول على بتيبان كبيرة الحجم او ممكن نقسمو كل مستطيل اللي كتشوفو هنا يعلاجوج باش نحصلو على عفوا تمانية ديال ابتيبان كنوضعو بنسبة للحجم الكبير كنوضعو قطع ديالشوكولا في اللويل وفي الوسط وكنستمرو في اللف حتى الاخر حتى الاخر ديال العجين بالنسبة للبتيبان صغير كنستعملو فقط قطعة واحدة ديالشوكولا كنوضعو هاد البتيبان في الصينية نوضعو الجوز اللي فيه العجينة مفتوحة التحت وكنضغطولي وحد ضغطة خفيفة باش نبسطو شوية طبعا الصينية ديالفران خصنا اما ندهنوها بالزيت نرشوها بالضقيق او نعملو لابا بيسي الفيريزي او ورق طبخو كندهنو هاد البتيبان بشوية ديال البيض نخلط مع معلقة ديال الحليب ونخلي واهي خمر وفي هاد الوقت الكي خمر في البتيبان نكررو نفس العملية بالنسبة لباقي تسعود ديال الكورات إلا في إلا دا بعض ان نطلقو الجينة على شكل دائرة كبيرة كيفما كتشوفوها نقطعو هاد دائرة الى نصفين ثم الى ارباع وكل ربع غادي نقسموه على ثلاثة باش نحصلوا على هاد المتلتات هادو غا نوضعو جوجة القطع ديال الشوكولاتة او قطعة واحدة ونلفو هاد المتلتات على شكل كرواسة ممكن طبعا نخليو هاد الكرواسة هاد بلا شوكولات او نستعملوا العقدة ديال اللوز او يعني حكي بقالكم انتم اللي اختيرت عمروهم باللي بغيتو كنحطو هاد الكرواسة في الصينية ديال الفرن وندهنوها بالبيض المخفوقة مع شوية ديال الحليب في هاد الوقت هاد كنكونو دخلنا البتيبان الفرراني طيب اه اه درجة دياله ونخليو هاد الكرواسة يخمر طبعا كبير ما ندخله الفرران الوقت اللي كي خرج البتيبان من الفرران كندخله الكرواسة كان ممكن اننا نخليوه كيفما هكتا يعني ما نعملو الوالو او ندهنوه بشوية ديال ناباج او الكونفيتير ونرشو علي شوية ديال اه سكر غلاسي او اللوز او اي نوع من المكسارات هاد هو شكل ديال كرواسة عمني كتخرج من الفرران كجلديدة وخفيفة غينردو البال ما نحرقوهاش من التحت يعني درجة الحرارة ديال فرن تكون شوية منخفضة بش نطيوها الفرصة انها تطيب وما تتحرقش كنتمنى ان شاء الله يكون نجبكم الفيديو واجباتكم الوصفة وتجربوها ان شاء الله ما تنسوش تضغطو على لايك تخليولي التعاليق ديالكم اسفل الفيديو وان شاء الله نطلقوه في الحلقة القادمة او الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة